في الحديد أيضاً تمكنت فرق مسام الهندسية والعاملة في مديرية حيس من نزع وإتلاف 629 لغماً مضاداً للدبابات من القرى والمزارع وأوضح الخبير التقني بمشروع مسام فايز الحربي أن الفرق نزعت وأتلفت 589 لغماً أرضياً مضاداً للدروع بالإضافة إلى 38 عبوة ناسفة كانت الميليشيات زرعتها في مداخل القرى والمزارع والمدارس وأبار المياه والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت في المديرية كما أكد أن الفرق الهندسية فتحت ممرات آمنة وأمنت منازل الموطنين في قرى حيس المحررة حديثاً إضافة إلى تأمين المراكز الصحية في الضاحية